هل يجوز للمسؤولين الذي رواتبهم من أموال الدولة أنهم يقفزون العلم السعودي والإماراتي يقلوا معهم حوار ويرفضوا الحوار مع القنوات المحلية وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان بركاني يطلع مع الحدث والعربية بكل حلقة ونحن نترقب تصريح ويرفض والطالب بواقبة تقاه أنا أدعو الشيخ سلطان بركاني وأدعو جميع مسؤولي الدولة أن يتفاعلوا مع الإعلام المحلي وأن يكون أيضاً أفضل مما يظل الإعلام المحلي يستقيم معلوماته من مصادر أو من صحفيين أو من ناشطين من خصومهم يأخذها من مصادر رسمية طبعاً وهذا أمر مصدر ونحن نرحب بهم ونتشرف بذلك والإعلام أنتم تعتبروا سلطة رابعة طبعاً أنتم كإعلامنا نعتبركم سلطة رابعة حتى لو عندكم بعض الشطعات أو بعض الأحيان يعني إيش زي ما يقولوا إيش الاستياد في المياه العكرة لكن أن تأخذوا المعلومات من مصادرها يعني إيش يضعكم أمام مسؤولية ونعاني يا شخ عبدالوهاب نحن نعاني زيكم برواتبنا نحن نعاني من تهديدات أنتتشو كمال اغتيالات وصلت حتى للنساء اغتالوها والمرأة حامل ونعاني على أكثر من صعيد بس نشتكم تطلعوا وتتكلموا زي ما مطالبون بواقباتنا اعطونا حقوقنا